انخفاض كبير في عدد المهاجرين غير الشرعي الهجرة غير المشروعة عبر النمسا في التصريح الأخير قال ان هم قدروا من السيطرة القبض على الكثير من تجار بين المهربين في تعاون بين النمسا والمجر على أعلى مستوى في عملية الحدود نعم لما اذا كان في انخفاض في معدلات المهاجرين القدمين يمكن النسب هنا برضو تتوقف عنها من 1440 يعني كان بيجي في الشهر تقريبا 1400 حاليا دلوقتي بقى 40 طب مش يجب دلوقتي غلق الملف أو النمسا تغلق على نفسها وتبدأ تعمل عمليات تعديل الأوضاع الموجودين حاليا جميل فعلا تلتفت إلى شريعة اندماج الحقيقية حتى ما نشوف الاستطلاعات وهالأرقام هاي الرهيبة لا ما نشوفها يعني احنا قبل ما نوصل لها النقطة هي فعليا النمسا صراحة يعني اتفقنا ما اختلفنا هي فعليا نجحت بحصار اللاجئين أنا هيك راح اقول ليس بمكافحة بسموها مكافحة اللاجئين مكافحة عالم وصولا إلى النمسا نجحت بحصار لأنه مثل ما حكينا قضية اللجوء يا سيد الكرم هي قضية حق منصوص عليها بشرعة حقوق الانسان وقوانين أمم المتحدة هذا الشيء لا نقاش فيه ولا غنى عنهم ما فينا نلغيه يا سيد الكريم هذا الامن شيء آخر خليها ده قصة كبيرة بنحكي فيه بقام آخر النمسا فعليا هي من خلال الإجراءات اللي عم تقوم فيها على حدود ومهمة فوكس الموجودة بصربيا وبالمجر إضافة للنمسا عم يتابعوا كل شبكات التهريب فيها فعليا هي فعليا قدرت أنه فعلا تخفف عدد اللاجئين والقادمين إلى النمسا من 400 إلى 400 من 1400 يعني 2000 بالمئة 2000 بالمئة تم أيها بس انت عارف حاليا دلوقتي حتى بيقول بنفس الخبر اللي كان بيدفع 1000 والفين دلوقتي صحيح بيدفع أكثر 4000 أو يرى عشان الحد يجي من تركيا يوصل هنا للنمسا لا لا منبعات تركيا بالعكس هذا 4000 اللي بيجي عن نمسا 4000 إلى 5000 من تركيا إلى حدود طبعا لكن اللي بيدفع رحلة من هناك بيدفع حوالي 10 لا لا حتى هلا اليوم إذا بيوصل على السربيا لهولندا عم يدفع مبالغ أكبر يعني فعليا اليوم بيقول لك التهريب اليوم عم بيكلف أكثر يعني مهربه البشر فعليا صراحة يعني المستفيد من هاي المعادلة مين مهرب البشر طبعا المصاري كلها هاي اللي عم تدخل اللي عنده لكن ليست بطولة يا نمسا انك تقولي احنا خفضنا أعداد المهاجرين شوف سيد الكريم كل هاي الأخبار والرقام اللي احنا عم ندأوله هي فعليا صدقا ليست أكثر ليست أكثر من الأرقام التي تستخدم في الانتخابات المقبلة ولكن المهاجر بشكل أو بآخر عم يوصل للنمسا أو غيرها الهربان من الحروب وهربان من الفقر وهربان من الجهل وهربان من الإرهاب بده يلاقي أرض أخرى بده يلاقي أرض أخرى هذا حق هذا حق لكل شخص بالتالي مثل ما تفضلت فعلا النمسا تحاول باعتبارك نجحتي لتخفيض أعداد المهاجرين واللاجئين إليك تفضلي التفتي لإدماج منظمات المجتمع الدولي مع وزارة الاندماج بشكل حقيقي مشاريع إدماج حقيقية لهؤلاء الأشخاص حتى يتم إدماجهم